صاري قامش تذكر هذه الكلمة مقترنة بأكبر مأساة نزلت بالجيش العثماني قبل 105 سنوات هو اسم لمعركة خاضها الجيش العثماني ضد القوات الروسية التي احتلت عدة مدن شمال شرق الأناضول لكن المعركة ختمت بفاجعة كبرى جعلت الأتراك يحيون ذكرها في بداية كل عام على هذه التلال صار الجيش العثماني المحاصر مسافة طويلة قبل أن يصل إلى نقطة تجمد فيها عشرات الآلاف من الجنود بسبب البرد وانقطاع المؤني والعتاد تقول بعض الروايات إن عدد الجنود الذين ماتوا بسبب البرد والجوع يصل إلى 90 ألف جندي بعد أن ذاقوا ويلات حصار طويل في هذه البقعة الموحشة قناة الرافدين واكبت الفعاليات التي نظمت على مدار ثلاثة أيام في ظل درجات حرارة منخفضة وصلت إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر فعاليات تمثلت في نحت تماثيل من الثلج تجسد الجنود العثمانيين الذين تجمدوا إضافة إلى إيقاد المشاعر وعروض عسكرية شهداءنا المتفونون هنا يحتاجون أن نبقى معهم قليلا لنحس وندرك حجم المصاعب التي واجهوها والمشق التي تحملوها في سبيل الدفاع عن الأمة بكافة مكوناتها وعلى خطى أجدادهم صار جمع غفير من المواطنين الأتراك مسافة ثمانية كيلومترات في طريق جبلي وهذا الطريق شاهد على اللحظات الأخيرة في حياة الجنود بمنطقة صارقاميش الوطن أولاً وآخراً هذا شعار الأجداد في معركة صارقاميش ويجب أن يبقى شعاراً لأجيال المستقبل اليوم نقف مستذكرين تاريخ معركة استشهد فيها الآلاف من الجنود بعضهم دفن تحت الثلج بلا قبور ولم تعرف أسماؤهم ندعو لهم جميعاً بالرحمة ونقرأ لهم الفاتحة ندوات نظمتها جهات تركية مختلفة وشاركت فيها شخصيات اعتبارية تحدثت عن أهمية معركة صارقاميش ليس عند الأتراك فحسب بل عند جميع المسلمين لأن أرضها تضم رفاة جنود عرب من العراق والشام والمغرب ومن باقي ولايات الدولة العثمانية أجدادنا من حلب والقدس وبغداد ومن مختلف الولايات العثمانية استشهدوا من أجل الوطن ونحن في كل سنة ننظم فعاليات لتخليد ذكرى معركة صارقاميش وذلك لنبعث الروح من جديد في نفوس الشباب ونعلمهم كيف قاتل أجدادهم دفاعاً عن الأمة وكانوا بالمرصاد لأي تدخل خارجي يريد النيلة منها هنا في صارقاميش تتجسد المقولة التركية الشهيرة لا بقاء للوطن بدون الشهادة ولاية قارس التركية فاروق شريف قناة الرافدين